أقيت أرابط أمام المسجد يحاول المسجد في باب سويقة لعلي أجد رائداً واحداً يستمع إلى كلامه يدخل معي المسجد والذي يعرض عليه قل لي ليش المسجد قلوا نسمع كلامه يقول روح واحد أعطاني دوره خمسة من لي خمسة فرنك يقول لي هذا سائل فإذا بهذا الشخص وهو مكتنز وكان يتهادى في مشياته يمشي بالهوينة فاقتربت من أخي يا أخي ممكن تدخل المسجد جامع سبحان الله هذا في باب سويقة قال لي ليش قلت له نسمع كلام ربي فانساق معي وأنا كنت فرحاً مسروراً يعني يوم عيد هذا من نسمه إليه نحصل زبوناً هؤلاء تفطنوا بحكم الضغط إلى رائحة خمرة لم أتفطن لها أمام المسجد فهبوا وكل إما بيده عصى أو بيده حذى لتأديب هذا الذي دخل وهو سكران لما رأيت منهانو عليه خفت على الراجل فأنا مسؤول فحظيته باهتمام وعناية خاصة فكانت الضربات جلها تأتي على ظهري وعلى رأسي ونقول حرام حرام ثم رفعت عقيرتي بالصياح يا عم صالح يا عم صالح هذا إمام المسجد نعم جامع سبحان الله لما خرج من المقصورة وجدني هو كان يستنجيبني هذا الرجل قالوا ابني ابني ابعدوا ابعدوا فرقوا قالوا جايب سكران وما دخلوا للجامعة قالوا ملعاية يا راجل شو سكران لما اقترب منه شم الريحة قال دخلت لي سكران للجامعة قلتوا نعرف عليه هنا تيانا ندلل باش نجيب واحد للجامعة اطلع سكران اليوم قدر عليها ربي الحصيلة فاسدة كي الصياد اللي يصطاد سمكة لا تأكل فقالوا يا ولدي انت رجل طيب لكن اليوم انت في حالة غير جائزة عايش ولدي ارجع بكرة مشي للحمام اصباح وما نجي غرج يا ولدي وما نجي غرج وعاجلتنا صلاة المغرب فاتفقنا ان نضعه في طرف الصف الاول وان نبتعد عنه متر ومتر ونصف نتركه لحاله ويتبع لم يتبع شي يهمه كان في بعض الحيان يتابعنا وانا استرق النظارة ترقبه من بعيد لكن عندما قلنا السلام عليكم في الركع الثالثة هو بقي ساجدا فانا كنت احرص الناس على انه خريجه ورحت له وحبيت انقيمه قلت هذا ما يعرفش مسكته لما دفعته شوية لم يحرك دفعته واذا بي يسقط تبير ان الرجل اخلص روح الله تعالى كانت بالنسبة الي ذات اثر كبير نقوله يا عم صالح تقدش عندك تصلي انت تحب تدخل للجنة وكم لك من سنة وانت تصلي ولم تدخل هذا بمجرد ان لا مصص صلاة دخل الجنة طول فاني يا سيدي اثرت في نفسي وهذه جعلتني ارى ان العاقبة هي افضل من السابقة بل السابقة في الازل هي التي تحدد العاقبة في الدنيا واننا لا نعير الناس بسلوك ربما يبتعدون عنه وتكون خاتمة طيبة